زمالك وانت متصاد جامد جدا كاس أمام 96 وانت عاملت شغلة عالي فيها بس قبل مسافر كنت تبالعب أساسي في الجيل في الزمالك في الزمالك يعني ده كان موسم الأحلام يعني كانت بقى خط العيبة جامدة جدا كابتل أحمد الكاس وقاسي سعيد بتلعي من شوقي كل دولة جوم الزمالك يعني فلاس اللي موجودين كان جيل قوي جدا وإحنا طلعين حوالي 5-6 منتخب أوليمبي جامدين جدا بس العيبة أساسي كتبالعب أساسي كتبالعب أسهرب ليه ما نجحش فريل أحلام ده دي؟ رغم كل أساميك الجامدة دي مش عارف كان قد صغير في ساعتها بس أنا كنت شايف في مطشط كناش موفقين فيها قوي مش عارف ولا معني يعني مش لاي سبب بص يعني أنا كلا ساعتها كلاعيب صغير ما شفتش مشاكل قدام عيني اللي هي تخليك تتعفذ إن هو كانوا بيقولوا في الكواليس ممكن يبقى بيتخنقوا أو في مشاكل أو ده لكن أنا قدام عيني بسراحة ما شفتش شدة ما شفتش كفرو بيقولوا لا مش هيحصل أو كابتن حفرق بيقول لا ما شفتش بس حد منهم بيدخل يلغي خطة التانية لا لا وحد منهم بيدخل يقول أنت الجماعة لا سمعته بص على بسراحة ساعتها أنا كان يعني دماغي في اللعب بيه ومركز في اللعبي ما كنتش مركز أنا يعني ملا كنت كابتن فرقة ولا كنت والمنافسة صعبة وأنت عايز تزبط نفسك وأنا فأنا حازن بس هبقى كويس فبصص كده أه يعني حتى لو في حاجة ممكن حصلت أنا مش مركز فيها ماشي فمقدرش يعني أجزم لك قوي إيه الأسباب طب وجود لعبة كتير كبيرة مثلا يعني وجود نجوم كتير في الفرقة ده برضو من ضمن الممكن لأسباب أنت برضو فرقة ممكن ما تستحملش ده بس مثلا اللي يدخل علينا من كابتن عامل الكاس رجل أه وهم عامل مشاكل أه ولا كان فيه مشاكل مع الرجل ولا كان مثلا يلوي وشه عشان ما بيلعبش مش من نوع الناس اللي صعب بالتعامل معاهم كابتن عفجيلو كابتن آيمن شاوي في حصل مشكلة مع كابتن عفجيلو في مطش الأهلي أه لما طلب قاوة تلساء بس يعني كان واحد بيغير اتغير فعرد فعله كان عنيف شوية بس ما حصلش تجاوزات مسلا بعد كده من كابتن عفجيلو رجل بالعكس كان أنا بحبه جدا يعني جد لا وفعل أنا مكنش عارفه طبعا كابتن عفجيلو كان ساعدتها من أحسن عيوة في مصر مع الأهل يعني صح 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 فلما جلت الزمائية كان كنت مبسوط بينا هو لعيب جامد يعني صح صح اه فما فيش أنا ما افتكرش إن كان فيه حاجة سبب واضح غير إن احنا ممكن اه مثلا اه كان ثقاتنا عالي قوي بنفسينا مثلا ففقدنا ان خطشوط الدور التاني بشكل كبير ممكن لعيبنا مطشط بشكل مثلا غلط في بعض المطشط كان فيه استرطار شوية انتو كنت شايفين ان انتو فرق جامده قوي فكان فيه استرطار شوية في مطشط ما أنا برضو بقول لك ساعدتها أنا كنت صغير ما اقدرش احكم بشكل جدي لان فعلا انا ما كنتش مركز غير في شغل انا بس لكن ما اقدرش اقول لك حالة جامعية يعني ممكن ساعدتها كابت اسماعيل مثلا هو اللي كان ساعدتها واحد من كابت اشرف اسم كابت احمد رمزي عشان يا كان الناس دي كان هما ساعدتها الكبار فهم اللي يتضيركوا اكتر مني مشكلة كانت ثانية